فور إفراج الجهاز التنفيذي عن دفتر الشروط الخاص بالمركبات شرعت العديد من الماركات العالمية في ضبط أجندتها والتحضير لأخذ حصتها من السوق الجزائرية على غرار مجموعة جيل الصينية الشركة الأم لعلامة فولفو السويدية والتي دخلت بشكل رسمي في مفاوضات مع الحكومة الجزائرية لتجسيد شراكة فعلية الصين مهتمة جدا بتطوير التعاون في مجال صناعة السيارات في الجزائر حاليا هناك شركات صينية مهتمة بالتعاون مع الجزائر من عجل بيع وتصنيع سيارات هذا الأمر سيسمح بتنويع صناعي والاقتصادي للجزائر مثلا المجموعة العالمية الصينية جيلي مهتمة جدا بالقدوم إلى الجزائر لتجسيد شراكات حقيقية ورابحة الرغبة الجزائرية في تطوير صناعة السيارات محليا وما لها من امتيازات وحصص سوقية مربحة حفز الشركة التشيكية المختصة في تصنيع الشاحنة والمركبات الثقيلة على تقديم خطط تصنيعية تستهدف نقل الخبرة والتكنولوجيا لقد دخلنا في مفاوضات مع الشركة الوطنية للمركبات الصناعية بالنسبة لنا الأمر مهم لأننا في جمهورية تشيك نمتلك تقليدا عريقا في صناعة الشاحنات خاصة الهياكل الخاصة لدينا التكنولوجيا ونحن مستعدون لنقل الخبرة والتقنية التشيكية كما يمكن أن تكون فعالة للشركة وتحصي حضيرة السيارات الجزائرية احتياجات تقدر بنحو نصف مليون مركبة سنويا ما يجعل المركات العالمية تتسابق للضفر بحصة منها شكرا